سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجوال الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك عمتا إنك أنت الوهاب اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين أما بعد عياكم الله وقفنا في المرة السابقة عند القاعدة التي يرجع إليها تخيل الرأي في التفسير وقلنا إن الخطأ الذي يحصل من جهة الرأي يكون من جهتين الجهة الأولى اعتقاد معاني ثم حمل ألفاظ القرآن على هذه المعاني يعني أن يكون الإنسان في عقله معاني معاني سواء كانت هذه المعاني صحيحة أو غير صحيحة ثم بعد ذلك يبحث في القرآن عما تدل عليه هذه المعاني وهذا العمل خطأ لأنه في سبيل إثبات المعنى الذي في عقله سيغفل آيات أخرى ربما سيغفل أحاديث سيغفل إجماعات فهذا خلل علمي قل ما يصيب بسببه إنسان وهؤلاء كما قلنا تارة يسلبون رفز القرآن ما دل عليه وتارة لا يسلبونه يعني ربما يقول المعنى الذي في عقله هو الصحيح وما سواه خطأ ربما يقول المعنى الذي في عقله صحيح وغيره أيضا صواب في الحالتين هو أخطأ سواء سلب رفز القرآن ما دل عليه أو لم يفعل ذلك أو لم يفعل أو لم يفعل ذلك ومن أوجه الخطأ التي تحدثنا عنها أيضا تفسير القرآن بمجرد ما يظهر من لفظه من غير مراعاة للسياق من غير مراعاة للمتكلم بالقرآن من غير مراعاة للمخاطب بالقرآن إن السياق له دخل في المعنى المخاطب له دخل في المعنى معرفة المخاطب له دخل في المعنى وكل هذا كل هذه الأمور تؤثر في المعنى القرآن فإغفال كل هذا واختزال المعنى الرباني في اللغة فقط هذا يوقع في الخطأ على أهمية اللغة يعني ليس معنى هذا الكلام أننا لا نراعي اللغة نحن لا نقول ذلك طبعا وهذا أعتقد واضح ثم قلنا المرة لفاتت إنه الخطأ الذي من الجهة الأولى وهو اعتقاد معاني ثم البحث في القرآن عن صحة هذه المعاني قلنا إنه هذا الخطأ يقع على أربع صور الصورة الأولى أن يكون المعنى الذي أريده صوابا ومع ذلك أنا لا أنفي المعنى الظاهر أو أن يكون المعنى الذي أريده صوابا مع نفي المعنى الظاهر أو أن يكون المعنى الذي أريده خطأ مع عدم نفي المعنى الظاهر أو أن يكون المعنى الذي أريده خطأ مع نفي المعنى الظاهر يبقى العلاقة بين المعنى الذي أريده سواء كان صوابا أو خطأ بيتفاعل مع هل أنا أنفي ظاهر القرآن أو لا أنفي ظاهر القرآن ينتج لي هذا كل هذه العلاقات الأربع وكنا وقفنا عند الخطأ الذي يرجع إلى الجهة الثانية الخطأ الذي يرجع إلى الجهة الثانية ما هي الجهة الثانية؟ قلنا الجهة الثانية هي مراعاة لفظ القرآن مع إغفال السياق مع إغفال المخاطب مع إغفال المخاطب هذه الجهة الثانية الخطأ فيها يقع على صورتين يقع على صورتين الصورة الأولى أن يكون اللفظ محتملاً للمعنى الذي ذكره المفسر يكون اللفظ محتملاً للمعنى ولكنه غير مراد ولكنه غير مراد يعني المعنى الذي أتيت به نعم تعرفه العرب في لغتها أن هذه الكلمة تعني من معانيها هذا المعنى لكن هذا المعنى الذي أتيت به لا يليق بهذا السياق من أمثلة ذلك من أمثلة ذلك لفظة اليد المضافة إلى الله سبحانه وتعالى ومنه لفظة لفظة اليد وغيرها مما وغيرها مما يوهم في حق الله تعالى التبعيد التبعيد فكلمة اليد مثلاً كلمة اليد هذه الكلمة إذا سألنا العربي هل كلمة اليد تعني الجارحة سيقول نعم العرب تعرف اليد بمعنى الجارحة العرب تعرف اليد بمعنى القدرة العرب تعرف اليد بمعنى النعمة وهكذا طيب في القرآن أضيفت هذه الكلمة إلى الله فإذا هذه الكلمة تحتمل لغة كل المعاني التي تعرفها العرب لكن السؤال هنا المهم هل هذا المعنى المحتمل يليق بالسياق هل هذا المعنى المحتمل يليق بمن أضيف إليه هذه الكلمة عندما تقول يد الله يد الله اليد بمعنى الجارحة هذا محتمل لغة لكن هل هذا هو المراد هل المراد نسبة البعض إلى الله هل المراد أن يفهم المسلم أن الله له أجزاء منها اليد هل هذا هو المراد ليس هذا هو المراد قطعا لقوله تعالى ليس كمثله شيء فمن يحمل اليد على الجارحة من يحمل العين المضاف إلى الله على الباصرة كل هذا كل هذا غير مراد فتفسيره دخيل ومثله ومثله حمل مخالفات الأنبياء عليهم السلام على ظاهر كونها معصية لما تقرأ في القرآن عصى آدم ربه فغوى ثم تأتي بعد ذلك وتقول كلمة المعصية تعني مخالفة الأمر من معانيها مخالفة الأمر ثم تريد أن تضيف المعصية التي هي مخالفة الأمر الآثم أو لسيدنا محمد أو لسيدنا إبراهيم أو لسيدنا يونس أو غيرهم من الأنبياء أو غيرهم من الأنبياء هل المعصية تعني مخالفة الأمر بشهوة نفسانية نعم نعم هذا معنى المعصية لكن هل هذا هو المراد ليس هذا هو المراد لأن معاصي الأنبياء عليه السلام إما ترك الأولى وإما إرادة الطاعة مع الخطأ في وجهة الطاعة إرادة الطاعة مع الخطأ في وجهة الطاعة فمعاصي الأنبياء عليه السلام المذكورة في القرآن أو نحو ذلك لا تحمل على حقيقة المعصية التي هي إرادة مخالفة الأمر لشهوة نفسانية ويعاتبهم الله سبحانه وتعالى في القرآن لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين فهم عليهم السلام نظرا لمكانتهم العالية فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم بما لا يحاسب غيرهم ويعاتبهم بما لا يعاتب غيرهم نظرا لمكانتهم العالية وفي عتاب الله سبحانه وتعالى لأنبيائه في القرآن فوائد كثيرة عقدية وفقهية نسنا في حاجة إليها الآن لكن المهم أن نعلم أن حمل مخالفات الأنبياء على ظاهرها غير مراد فلا ينبغي أن تفسر أمثال هذه الآيات وفقا للاحتمال اللغوي فقط نقول في الكتاب وذلك كاللفظ الذي يطلق في اللغة على معنايين أو أكثر والمراد منه واحد بعينه واحد بعينه لماذا قلنا ذلك لأن أحيانا تراد المعاني كلها يعني في بعض الأحيان في القرآن تكون المعاني المحتملة كلها مرادة فيمكن أن تحمر الآية على هذا الاهتمال أو على هذا الاهتمال أو على هذا الاهتمال وفي بعض الأحيان تكون المعاني المحتملة كلها مرادة إلا معنا واحدا وفي بعض الأحيان لا تكون المعاني محتملة إلا احتمالا واحدا يعني هذا يصدع للقواعد العلمية فإذا كان اللفظ محتملا لمعنى من المعاني ثم أتيت أنت لمعنى من المعاني غير المحتملة وفسرت به الآية فهذا يجعل تفسيرك دخيلا فيأتي المفسر فيحمله على معنى آخر من معانيه غير المعنى المراد يأتي للمعنى الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى وماذا يفعل؟ يحمله على غير المراد يحمله على غير المراد وذلك كرفض أمة فإنه يطلق على معاني منها الجماعة والطريقة المسلوكة في الدين والرجل الجامع لصفات الخير إذن كلمة أمة تحتمل هذه المعاني جميعا تحتمل الجماعة تحتمل الطريقة المسلوكة في الدين تحتمل الرجل الذي يجمع الصفات الكثيرة من الشجاعة والنجدة والتقوى والورع وغير ذلك طيب عندما نقرأ إذن هذا من حيث اللغة تعالى نطبق هذا على آية من القرآن فعندما نقرأ مثلا قول الله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة عندما تفتح الآن معاجم اللغة العربية ستجد أن كلمة أمة تعني الطريقة تعني الرجل الجامع تعني الجماعة فإنا وجدنا على أمة يعني على جماعة إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على رجل إنا وجدنا آباءنا على أمة على طريقة إذن هذه هي المرادة إذن هؤلاء يقولون نحن ولدنا ووجدنا آباءنا على طريقة معينة ومنهج معين في الدين فنحن لن نترك ما كان عليه آباءنا فهذا هو المعنى المراد عندما تأتي أنت وتحمل كلمة أمة على غير ذلك تكون عندئذ قد أخطأت وإن كان اللفظ يحتمل ما قلت من حيث اللغة لأنه ليس كل القاعدة ليس كل ما صح لغة ليس كل ما صح لغة صح حمل ألفاظ القرآن عليه واضح يا مشايخ؟ واضح؟ ليس كل ما صح من حيث اللغة صح لنا أن نحمل ألفاظ القرآن عليه فإذن كن حضرتك متخصص في اللغة العربية أو متخصص في الأدب العربي مثلاً أو أنت تعمقت في دراسة علم الأصوات أو نحو ذلك من التخصصات الحديثة هذا لا يعطيك الحق في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى واضح يا مشايخ؟ طيب طيب الصورة الثانية الصورة الثانية الصورة الثانية قال أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى بعينه لاحظ هنا في الصورة الأولى اللفظة تحتمل معاني كثيرة اللفظة تحتمل معاني كثيرة في الصورة الثانية اللفظة وضعت في اللغة لمعنى وضعت في اللغة لمعنى يعني معنى الكلمة الحقيقي هو هذا لكن المعنى الحقيقي ليس هو المراد المعنى الحقيقي ليس هو المراد السورة الثانية أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بعينه لكنه غير مراد في الآية لكنه ماذا؟ غير مراد في الآية وإنما المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ ما هو المعنى الآخر الذي وضع له اللفظ؟ معنى المجازي اللفظ في اللغة إذا وضع إذا وضع لمعنى هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى هذا اللفظ يساوي هذا المعنى إذا وضع لمعنى فهذا المعنى هو المعنى الحقيقي فهذا المعنى هو المعنى الحقيقي إذا حملت اللفظ على معنى آخر يعرفه أهل اللغة عندها سيكون هذا المعنى مجاز فالمعنى هو حمل اللفظ على غير معنى الحقيقي لقارينة لقارينة واضح يا مشايخ؟ لا مواضح طيب أنا إذن الآن في الصورة الثانية نقول وإنما المراد معنى آخر غير ما وضع له اللفظ إذن هذا تفهم منه شيء مهم وهو أن القرآن قد يأتي بكلمات عربية والمراد والمراد الإلهي منها بالأساس بالأصالة المعنى المجازي وليس الحقيقي لماذا يفعل القرآن ذلك؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب تعرف الحقيقة وتعرف المجاز وتستخدم الحقيقة وتستخدم المجاز في كلماتها والقرآن جار على طريقة العرب في الكلام فليس من شرط القرآن أن لا يستخدم إلا الحقيقة لا القرآن فيه الحقيقة فيه المجاز طيب يقول الله هنا يقول فيخطئ المفسر في تعيين المعنى المراد لأنه اكتفى بظاهر اللغة المعنى الحقيقي فشرح الفض على معناه الوضعي ما هو معناه الوضعي يا شباب؟ ما هو المعنى الوضعي؟ المعنى الوضعي هو المعنى الحقيقي الذي وضع له النفس الذي وضع له النفس أنت عندما تقول يا شيخ هذه الكلمة معناها الحقيقي كذا أقول لك فماذا كان ألا أن هذا هو معناها الحقيقي يجب دائما أن نفسر القرآن بالمعاني الحقيقية من قال ذلك لذلك القاعدة التي معنا هنا أن القرآن قد يحمل على المعنى الحقيقي وقد يحمل على المعنى المجازي ولا إشكال في هذا لأنه جار على طريقة العربي الكلام إذن القاعدة هنا أن القرآن قد يحمل على معناه الحقيقي أو أن كلمات القرآن لا نقول أن كلمات القرآن قد تحمل على معناها الحقيقي وقد تحمل على معناها المجازي لأن القرآن نزل بلسان العرب وعلى طريقتهم في الكلام فليس من شرط القرآنية أن يحمل أو أن تحمل كلمات القرآن على المعنى الحقيقي حصرا واضحة مشايخ طيب نقول وذلك كتفسير لفظ مبصرة انظر إلى كلمة مبصر كلمة البصر إذا أطلقت في لسان العرب فالمراد بها بصر العين بصر العين طيب تعالوا نقرأ هذه الآية تعالوا نقرأ هذه الآية يقول الله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة من لا يفهم هذه القاعدة التي تحدثنا عنها سيقول معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أنزل آية هذه الآية هي ناقة لها عين ناقة بعين طيب ما العجيب في أن تكون للناقة عين كل المخلوقات الحيوانات الإنسان والحيوان كله له عين فما العجيب في هذا ما العجيب في هذا إذن كلمة مبصرة لا يراد بها المعنى الحقيقي ولا تحمل على بصر العين وإلا كان المعنى القرآني ركيكا لا يليق ببلاغة القرآن فالمراد ليس الناقة هي المبصرة بل ها هنا مجاز بالحذف الناقة عبارة عن معجزة عبارة عن آية عبارة عن إلزام للمعاندين والآيات التي يأتي بها الأنبياء عليهم السلام آيات واضحات تلزم صاحب العقل السليم فإذن يكون المعنى وآتينا ثمودا ناقة آية مبصرة آية واضحة فهذا هو المراد حمل الآية كلمة مبصرة على أنها بصر العين هذا يجعل المعنى أو يجعل المفسر تفسيره دخيلا لأن لأن حمل الإبصار هنا على إبصار العين ليس هو المراد بل المراد آية واضحة ملزمة للمعاندين قاهرة لهم كشأن سائر آيات الأنبياء الأنبياء جميعا واضح يا مشايخ هذا الكلام طبعا لابد من فهمه لابد من فهمه جيدا حتى تعرفوا خطأ من ينكر ودود المجاز في القرآن فيه الحقيقة فيه المجاز لأنه بلسان العرب ولسان العرب فيه فيه ذلك كله ثم بعد ذكر هذه التفريعات الستة على الجهتين التي ذكرهما ابن تيمية الآن يمكن أن نفصل القول نحن قلنا الدخيل يرجع إلى جهتين إما مراعاة المعنى وإغفال اللفظ أو مراعاة اللفظ وإغفال السياق إذن عندنا عندنا جهتين الآن عندنا جهتين نبدأ بالحديث عن الجهة الأولى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سلام عليكم يا شيخ سيدنا رحمة الله قال هو أنكر المجاز في القرآن كل يعني مطبخا أرجع إلى كتاب الشيخ المطعاني يا شيخ أرجع هناك كتاب عظيم لا بد أن تقرأه في هذا أنا سأرسل لكم على المجموعة إن شاء الله المجاز في القرآن المجاز في القرآن المطعاني أستاذ اللغة العربية المجاز في اللغة والقرآن هذا كتاب ناقش شبه المنكرين تفصيلا ورد فيه على ابن تيمية وابن القيم سأضع لكم على المجموعة الآن تقرؤونه ورد فيه غص تقرؤونه يعني وتستفيدون منه استفادات كثيرة لأن الشيخ المطعاني رجل فاضل من علماء اللغة العربية من علماء اللغة العربية المشهود لهم المجاز في القرآن وهناك أيضا المجاز في القرآن عرض وتحليل ونقد كتاب كبير سأرسل لكم نحن وقفنا عند الحديث التفصيلي عن الجهة الأولى الحديث التفصيلي عن الجهة الأولى وقفنا هنا نبدأ بهذا في المرات القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر